كشفت دراسة هولندية جديدة نشرتها مجلة الغضض الصماء الأمريكية أن تحليلا خاصا بخصلات الشعر يمكن أن يكشف عن احتمال إصابة الفرد بمجموعة من الأمراض أهمها أمراض القلب واعتمدت الدراسة على تحليل خصلات الشعر لتحديد مستوى هرمون الكورتزول المسؤول عن التوتر والإجهاد وهو هرمون كشفت الدراسة عن وجود علاقة بين ارتفاع مستوياته وأمراض القلب والأوعية الدموية ينضم إلينا في الستوديو دكتور جيلبير بورجيلي أخصائي طب مكافحة الشيخوخة والأمراض الهرمونية أهلا بك دكتور هل بالفعل بالإمكان تحديد بعض الأمراض عن طريق فحص الشعر؟ يعني لسك شعر شخص خلاص أكيد نحن بدنا نفحص الشعر بيأخذ عينة من الشعر بأماكن مختلفة من الجسم ومن الراس يعني وهالشعر هيدا بنعمل فحص لأله والميزة بالشعر أنه بيعطيك فكرة على الثلاثة شهر يلي مرأوا يعني لما نعمل نحن فحص دم منشوف المعدل مثلا لهرمون معين أو لمعدن معين أو لفيتامين معين اليوم وهلأ بها الساعة بها اللحظة بينما الشعر عم بيعطيك فكرة على الثلاثة شهر اللي مرأوا قد يكن فيه نسبة هذا الهرمون أو نسبة هذا المعدن لهذه الدرجة لهذه الدرجة لأنه هالمعدن وهالهرمونات بتفوت على الشهر وبتقعد فيه وبتظل موجودة على فترة طويل طيب دكتور إذا كان الشخص يعني يعاني من مشكلة الصلع يعني هل يعني ممكن أن أخذ شعر من أي مكان أحد في الجسم مثلا هلأ الشخص اللي عنده صلع بيدال عنده عادة شعر بالرأس من وراء فينا ناخد الشعر منه أو من حيالة شعر بالجسم يعني مش ضروري يكون بشعر الرأس لأنه الشأل هالمعدن والهرمونات والفيتامينات عم بترسب بأعضاء الجسم كله بما فيهم الشعر يعني الشعر هو عضو من الجسم مثل القلب مثل الكلا مثل الكبد بيصير فيها ترسبات لهالمعدن والهرمونات يعني بالنهاية لن يؤثر المكان الذي يتم منه استخراج عينة الشعر كلها واحدة كلها واحدة ما بيأثر المكان ومثل ما قالت أنه الشعر بيعطينا كتير معلومات ما من لقيه بفحص الدم العادي أو بفحص البول أو بفحص أي فحص تاني يلي عم بيعطينا بهالثانية وبهاللحظة أديه هو معدل الهرمون أو الفيتامين أو المعدن بينما الشعر عم بيعطينا فكرة على الترسبات المتراقمة على الأشهر اللي فات وهذا لا يعتبر مؤشر يومي مظبوط لا يعد مؤشر يومي يعني الشعر هو يعد مؤشر على الأشهر اللي فاتت ويلي هو المؤشر يعني نحن بالطب يلي منحب نشوفه يعني نحن بدنا نشوف ما بدنا نشوف اليوم بهاللحظة الشخص شو عم بيصير معه بدنا نشوف التاريخ شو عم بيصير بهذا الهرمون المعين أو بهذا البيتامين مشنهيك إذا منشوف شي متل الترسب بالجسم بيعطينا فكرة أكبر بكتير من الفحص اللي بنعمله بس بهالثاني وبهاللحظة طيب دكتور تحدثت عن أهمية الهرمونات ولكن هناك هرمون يعني مهم جدا وهو هرمون الكورتيزول لا ليس كذلك لو تحدثنا أكتر عن أهمية هذا الهرمون وتأثيره أيضا هلأ هرمون الكورتيزول هو الهرمون اللي بيرتفع لما يكون واحد عنده ضغط نفسي أو سترس لما الشخص يتعرض للضغط النفسي أو السترس بيرتفع هذا الهرمون هذا الهرمون معمول لحتى للإنسان يقدر يحول الشحم لسكر لما يكون فيه عنده سترس لحتى يعطيه طاقة لحتى يقدر يواجه هالسترس هيدا اليومي اللي عم يحصل معه المشكلة وين بتصير لما يصير السترس هيدا أو الضغط النفسي مزمن بيصير هذا الكورتيزول بييرتفع على فترة طويلة يوميا هنا المشكلة بتصير ليش؟ لأنه هذا الهرمون لما يكون مرتفع على فترة طويلة بيبلش يأثر على شرايين القلب بيبلش يأثر على الكوليسترول على السكر على كل أعضاء الجسم بيصير فيه مشاكل صحية لماذا الكورتيزول تحديداً دكتور؟ الكورتيزول هو الهرمون يلي بيخلي الإنسان مثل أنه يقدر يواجه السترس بشكل يومي بس هذا الهرمون ما كان معمول لحتالي يظلوا مرتفع يعني ما كان الإنسان من قبل إذا تشوف الإنسان أول من أول ما كان يتعرض لضغط نفسه بشكل يومي يعني صار يتهلأ العيشة اللي عيشها للإنسان والضغط النفسي اللي عم يعيشه صار هذا الهرمون عم يظل مرتفع هذا الهرمون معمول كان على أساس أنه يرتفع مرة بالجمعة يمرق مثلا ضغط نفسه على الإنسان ما معمول لحتالي يظلوا مرتفع يومياً والمشكلة بتصير أنه يظلوا مرتفع يومياً هنا رح يصير فيه مشاكل كيف يمكن تخفيف هذا الهرمون دكتور؟ هل يعني عن طريق العلاج النفسي أو ربما عن طريق الأدوية؟ 100% أول شي هو تخفيف الضغط النفسي كيف واحد فيه أوقات كتير مثلا الشخص يقول لي أنه لا يمكن أن أخفف الضغط النفسي موجود كيف يخفف الواحد من تأثير الضغط النفسي على الجسم هو بالرياضة الرياضة بتخفف من تأثير الضغط النفسي على الجسم وفي كتير أشياء تنعد ضغط نفسه على الجسم أوقات نحن ما نكون مفكرين أنه هذه ضغط نفسه مثلا مثل النوم النوم بعد الساعة 12 هذا ضغط نفسه بالنسبة للجسم لأنه جسم الإنسان ما نمعود منه بعد الساعة 12 مفروض قبل الساعة 12 إحنا الإنسان يكون نايم كانت دراسة ذكرناها يوم أمس هنا في صباح سكاينيوز عربية بأنه دراسة جديدة فيما يتعلق بالنوم تحديدا إذا كانت ما بين الساعة العشرة مساء والرابعة فجرا هي أفضل فترة يعني قد تمنح الشعور بالراحة طوال فترة اليوم طيب دكتور ماذا عن الأمراض الأخرى يعني هل هذا المرض الرئيسي الذي يتم اكتشافه فقط من تحليل شعره أكيد لا نحن صراحة نعمل فحص للشعر مش بس لهرمون الكورتيزول نعمله كمان للمعادن وللمعادن الصخيلة للتسمم بالمعادن الصخيلة للتزمن المزمن اللي بيصير بالرصاص بالزيبة بالشعر كتير بيعطينا فكرة قديش هاي المعادن مترسبة بالجسم وكيف بدنا نعلجها وبيعطينا فكرة كمان على الفيتامينات والمعادن كتير قوية منيجي نحن ونعمل فحص دم للفيتامين يلي هو صراحة معقول يختلف بين يوم ويوم بينما الشعر عم بيعطيك الفيتامين قدي صر له موجود بجسمك على ثلاثة شهر اللي فيت وقدي صر له قدي موجود بالأنسجة طبعك يلي هو أحسن بكتير وبيعطيك فكرة أقوى بكتير من الفحص الدم العادي هل هذا يكون لأن الشعر تستطيع حفظ معلومات حفظ المعادن حفظ الفيتامينات أكتر من الدم؟ 100% لأنه المعادن والفيتامينات عم تفوت على الأعضاء عم تكون موجودة بالشعر بالبشرة أكيد ما فينا ناخد البشرة ونفحصها ما فينا ناخد أي خزعة من العضو الداخلي لأنه بتصير الشغلة كتير صعبة بينما الشعر عم يكون شغلة كتير سهلة إذا ناخد الشعر ونحللها لأنه هذا بيبين المخزون طبع البيتامينات والمعادن والحديد بقلب الأعضاء الداخلية يعني بيعطينا فكرة المخزون موجود حتى بالدماغ بالكبد بالكلة الشعر بيعطينا فكرة على الوضع طيب بشكل سريع دكتور طبعا نحن نعلم بأن هناك اختلاف كبير ما بين تركيبة الشعر لدى الرجل والمرأة هل أيضا هذا يؤثر على طبيعة الفحص؟ طب لا ما بيأثر نهائيا على طبيعة الفحص هلأ يمكن فيه اختلاف اختلاف بالشكل أو بين الخيرج بس أنه مضمون طبعا الشعر عند الرجل والمرأة مفروض يكون المعدلات يكون نفس الشيء ما مفروض يكون فيه اختلاف شكرا جزيلا لك دكتور جلبير برجي لأخصائي طب مكافحة الشيخوخة والأمراض الهرمونية شكرا جزيلا لك